بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس كيميا 2-2 معكم معلمتكم العنود العتابي نرحب بأستاذنا وستاذ لغة الإشارة محمد القبيشي بإذن الله اليوم سنقوم لثوابت الاتزان نحن في الباب الرابع الاتزان الكيميائي في الدرس الأول وهو بعنوان حالة الاتزان الديناميكي تعلمنا في الحصة الماضية تعبير الاتزان غير المتجانس قمنا بحل تدريبات عليه ومسائل وكذلك أسئلة من التحصيل اليوم بإذن الله سيكون ثوابت الاتزان خواص الاتزان الكيميائي حل مسائل تدريبية ثم بعد ذلك الخلاصة وحل أسئلات التقوي إذن الدرس بعنوان حالة الاتزان الديناميكي نسترجع معنا الفكرة الرئيسة يوصف التفاعل أو يوصف الاتزان الكيميائي بتعبير ثابت الاتزان الذي يعتمد على تراكيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة سنعدد خواص الاتزان الكيميائي حققنا هذا الهدف وسنحققه اليوم مرة أخرى للتأكيد تكتب تعبير ثابت تعبير الاتزان الأنظمة المتزنة وانتهينا منه اليوم بإذن الله تحسب ثوابت الاتزان من بيانات التركيز ما المقصود بالتفاعل الكيميائي؟ هي عملية يعاد فيها ترتيب المواد تعطيني مواد جديدة هنا المتفاعلات قمنا بتعديلها وأطلتني نواتج جديدة مفرداتنا الجديدة لهذا اليوم خواص الاتزان ما المقصود بثابت الاتزان؟ تبقى قيمة الكي أكيو الثابتة متى؟ لتفاعل معين أيضا متى؟ عند درجة حرارة معينة عند درجة حرارة معينة بغض النظر عن التراكيز الابتدائية للنواتج وكذلك التراكيز الابتدائية للمتفاعلات لفحص هذه النظرية تم تنفيذ ثلاثة تجارب للتفاعل هذا هو التفاعل لدي الهيدروجين يتفاعل مع اليود يعطيني يديد الهيدروجين لاحظ أنها في حالة غازية كلها غاز 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 إذن يلاخص الجدوى الموجود لديك في الكتاب المدرسي برقم واحد أربعة نتائج تلك التجارب في ثلاث محاولات المحاولة الأولى وضع واحد مول من الهيدروجين واثنين مول من اليود في وعاء حجمه واحد لتر وليس هناك أي كمية من النواتج طبعا في بداية المحاولة الأولى لا توجد لدي نواتج أيضا هذا هو الجدول لاحظ معي التجربة الأولى التجربة الأولى والمحاولة الأولى انظر لتركيز الهيدروجين واحد تركيز اليود اثنين هل أعطتني نواتج في البداية؟ طبعا لا فهو الصفر بالنسبة لتركيز الاتجزاء للهيدروجين كانت القيمة 0.06587 لليود 1.0659 وليوديد الهيدروجين طبعا بعد الاتجزاء هذا 1.8682 الكي اكيو والثابت المعادلة تكون النواتج على المتفاعلات إذن تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات ما هي القيم؟ لاحظ هنا مرفوع الأس 2 القيم هنا مرفوع الأس 2 والمقام يكون حاصل ضرب التركيز للهيدروجين واليود أعطتني قيمة معينة وهي 49.70 التجربة الثانية والثالثة لاحظ هناك التجربة الثانية والثالثة طبعا قبل قليل في التجربة الأولى كان تركيز النواتج 0 الآن انظر في التجربة الثانية في التجربة الثانية تركيز الهيدروجين واليود 0.0 لكن تركيز النواتج أصبح 5 هنا أيضاً لاحظ الأرقام وقارنها بالمحاولة الأولى 0.55 هنا 0.55 لاحظ أنها نفس القيمة ولاحظ هنا التركيز كما هو هنا النواتج أعطتني 3.89 لاحظ القيم أيضاً الثابت هو 1 ولكن هنا سنرفع الأس 2 فالأرقام مختلفة عن ما قبل قليل ولكن ركز هنا 49.70 في المحاولة الثالثة تركيز ابتدائي للهيدروجين 1 لليود 1 وليود الهيدروجين 1 انظر هنا للمتفاعلات لاحظ أن القيم متساوية للنواتج 1.75 الآن انظر هذا هو القانون سنقوم بتربيع القيمة ليديد الهيدروجين ثم نضرب القيمتين في المقام وركز هنا 49.70 بمعنى مهما اختلفت الأرقام والقانون واحد والمعادلة واحدة إذن ستعطيني نفس القيمة النهائية الآن ركز فيهم كلهم الآن لاحظ هذه المحاولة الأولى المحاولة الثانية والمحاولة الثالثة انظر بشكل كامل للجدول بحيث تلاحظ أن الأرقام هنا في البداية مختلفة هذا الصفر هنا صفر هنا خمسة هنا واحد واحد هنا أيضا واحد أيضا ركز هنا 49.70 المحاولة الأولى 49.70 المحاولة الثانية الكي اكيو والثالثة نفسها 49.70 إذن اختلفت هنا التركيز الابتدائية اختلفت قيم التركيز الاتزان لكن القيمة النهائية للكي اكيو هي ثابتة في المحاولات الثلاثة إذن تركيز الاتزان تم تحديد تركيز كل مادة تجربيا عند الاتزان بمعنى أن كل تفاعل له قيمة ثابتة عند التفاعل وقيست في المختبر فهي مقاسة تجربية لاحظ أيضا أن تركيز الاتزان في التجارب الثلاثة هل هي متساوية؟ لا ليست متساوية بعضها صفر بعضها واحد بعضها أكثر من الواحد لكن عند التعويض بتركيز المواد عند الاتزان في تعبير ثابت الاتزان ستكون قيم الكي اكيو في المحاولات الثلاثة هي نفسها إذن ستكون القيمة هي نفسها قيمة الكي اكيو رغم أن نظام الاتزان له قيمة ثابتة وأيضا كان من ضمن شروط خواص الاتزان أنها تكون عند حرارة معينة إلا أن له عددا غير محدود من مواضع الاتزان مثل ما شاهدنا في الجدول موضع واحد موضع اثنين وموضع ثلاثة باختلاف التركيز التي تعتمد على تركيز الاتدائية للمتفاعلات والنواتج نستخلص أنه عندما تكون قيمة الكي اكيو أكبر من الواحد لاحظ معي تركيز المواد الناتجة أكبر من تركيز المواد المتفاعلة عند الاتزان وعندما تكون قيمة الكي اكيو أقل من الواحد تركيز المواد المتفاعلة أكبر هنا من تركيز المواد الناتجة أيضا عند الاتزان أكبر من الواحد إذن الناتجة تركيزها أكبر من تركيز المواد المتفاعلة قيمة الكي أكي أقل من الواحد إذن تركيز المواد المتفاعلة تكون أكبر من تركيز المواد الناتجة الأولى عندما تكون قيمة الكي أكي أكبر من الواحد وقلنا تركيز المواد الناتجة أكبر من تركيز المواد المتفاعلة ماذا تعني قيمة الكي أكي أكي العالية في التفاعل؟ تركيز المواد الناتجة أكبر أحسنتم لاحظ معي هذا التفاعل هو تفاعل الهيدروجين واليود يعطيني يوديد الهيدروجين أي أن النواتج موجودة بكميات أكبر من المتفاعلات عند الاتزان لاحظ أن قيمة الثابت الاتزان أيضا ثابتة في التجارب الثلاثة وفي المحاولات الثلاثة بحتى تعطي كل تجربة موضع اتزان جديد ومختلف لكن في كثير من التفاعلات تكون قيمة الكي اي كيو صغيرة بما معنى صغيرة هل ستكون قيمة النواتج هنا أكبر؟ أحسنتم إذن الخطوة الثانية أو الفقرة الثانية قلنا أن الكي اي كيو تكون أقل من الواحد أقل من الواحد يعني تركيز المواد المتفاعلة أكبر من تركيز المواد الناتجة مثلا على سبيل المثال ثابت الاتزان لهذا التفاعل النيتروجين مع اليود أعطاني أكسيد النيتروجين لاحظ الحال الفيزيائية لها كلها غازية يوجد هنا المعامل اثنين هذا التفاعل كي كيو له تساوي 4.6 في 10 سالب 31 سالب 31 بمعنى أن القيمة صغيرة جدا درجة الحرارة ثابتة 298 كيلفين أو نقول أنها بالسيلولوزي 25 درجة سيلولوزية عندما أقوم بتحويلها إلى كيلفين سأجمعها على 273 إذن 298 كيلفين هذا يعني أن القيمة الصغيرة للكي اي كيو أن كمية أكسيد النيتروجين الناتج في النواتج عمليا تكون شبه معدومة عند الاتزان لأن القيمة هنا صغيرة جدا استخلص الآن من هذا الدرس كله خواص الاتزان أولا عندما كان هناك التفاعل بين الإيثانول السائل وحالة الغازية كان النظام مغلق ما بين اليود في الحالة الغازية وفي الحالة الصلبة النظام مغلق إذن يجب أن يتم التفاعل في نظام مغلق بحيث لا تخرج مواد منه ولا تدخل إليه لا يمكن المتفاعلات أو النواتج لا تدخل لهذا النظام أو تخرج من النظام كل فقرة كلنا نقول درجة الحرارة ثابتة درجة الحرارة ثابتة إذن هذه الخاصية رقم 2 أيضا كل تفاعل فيهم أعطاني نواتج إذن توجد النواتج والمتفاعلات معا بحيث يحدث عملية التوازن تعود مرة أخرى ترجع يحدث تفاعل أمامي يحدث تفاعل عكسي إذن لابد أن تكون المواد الناتجة والمواد المتفاعلة كلها في نفس النظام إذن الخاصية الثالثة توجد المتفاعلات والنواتج معا أي بمعنى أنها هناك حركة ديناميكية ثابتة يعني الاتزان الديناميكي ماذا ليس ساكن إن حسنتم إنما متحرك ويكون في حال التوازن بين النواتج وبين المتفاعلات لنطبق الآن قيمة ثابت الاتزان أحسب قيمة الكي اي كيو لتعبير الاتزان التالي إذا علمت أن تراكيز المواد في أحد مواضع الاتزان يساوي للهيدروجين لاحظ 1.6 مول لكل لتر للنيتروجين 0.533 مول لكل لتر وللنواتج النشادر 0.933 مول لكل لتر إذن ماذا أعطاني في المسألة؟ أعطاني تعبير الاتزان للمواد المتفاعلة والنواتج ويجب حساب ثابت الاتزان إذن المعطيات هذا هو القانون وهنا القيم المعطى ما المطلوب كي اي كيو ما المطلوب؟ إذن لاحظ أعطاك الكي اي كيو أساسا في السؤال إذن تطبيق مباشر تطبيق مباشر إذن لاحظ لنعود مرة أخرى لهنا لاحظ ركز الأسس 2 هنا 3 إذن لاحظ القيم هنا مرفوعة للأس 2 وهنا مرفوعة للأس 3 إذن ستقوم بالحساب أولا في البسط ثم ستحسب هنا في المقام ستقسم على بعض ستبطيني القيمة 0.399 إذن توجد القيمة الكبرى للتركيز في مقام المعادلة وهي مرفوعة للأس 3 لذلك قيمة الكيكي والناتجة هي أقل من الواحد طبعا لاحظ هنا أنها 0.399 إذن هي أقل من الواحد والإجابة تكون معقولة مساء التدريبية أحسب قيمة الكيكي والاتزان التالي إذا علمت وأعطاك وأعطاك القيم لاحظ هنا وهنا ما هو التفاعل؟ هو عبارة عن حالة التزان بين رابع أكسيد ثناء النيتروجين في حالة غازية ويعطيني ثاني أكسيد النيتروجين أيضا في الحالة الغازية حالة غازية وغازية إذن التفاعل متجانس من غير متجانس متجانس أحسنتم إذن هذا هو الثابت لدي هذا هو إذن المتفاعلات والنواتج النواتج تكون في البسط لاحظ هنا مرفوع الأس 2 لأن المعامل فيه 2 بالنسبة للمتفاعلات لا يوجد لديها معامل إذن هنا المعامل سيكون 1 بعد ذلك تقوم بالتعويض المباشر ولا تنسى الأس حتى يعطيك الإجابة الصحيحة وأيضا تعوض في المقام ثم تقوم بالقسمة المباشرة ويعطيك القيمة 0.213 أنظر لي الفقرة أو سؤال السادس أحسب قيمة الكيكيول للاتزان التالي أول أكسيد الكربون لاحظ في الحالة الغازية الهيدروجين أيضا في الحالة الغازية في حالة التزان مع الميثان والنواتج في الحالة الغازية وأبخار الماء أيضا في الحالة الغازية هل يوجد معاملات فقط في الهيدروجين أعطاك القيم أعطاك القيم إذن هل يوجد معاملات فقط في الهيدروجين أين هي قيمة الهيدروجين إذن سنرفعها للأوس رقم 3 إذن ما هي قيمة الكيكيو لاحظ هنا لاحظ هو قيمة الكيكيو طبعا هنا في الحالة الغازية إذن كلها تكتف في القانون حاصل ضرب تركيز المتفاعلات على حاصل ضرب تركيز النواتج ولا ننسى المعاملات أحسنتم بعد ذلك نقوم بالتعويض ستعطيني القيمة في النهاية 3.93 تحفيز يصل التفاعل التالي إلى حالة الاتزان ما هو التفاعل؟ ثناء كلوريد هو أكسيد الكربون أعطاني أكسيد الكربون وأعطاني الكلور لاحظ عند درجة الحرارة 900 كيلفن إذن درجة حرارة معينة فهنا الحرارة ثابتة إذا كان تركيز كل من أكسيد الكربون والكلور القيمة واحدة 0.150 مولار عند الاتزان فما تركيز المادة المتفاعلة علما أن ثابت الاتزان الكيكي عند درجة الحرارة نفسها يساوي 8.2 في 10 أسالب 2 إذن ما المطلوب هنا دائما سؤال التحفيز يعطيني فكرة نوعا ما مختلفة عن الأسئلة التي تسبقها إذن هذا مطلوب تركيز المادة المتفاعلة إذن لنرى الآن التفاعل أو قيمة الكيكيكي تساوي اللي هو حاصل ضرب تركيز النواة تجعل حاصل ضرب تركيز المتفاعلات المتفاعلات هي COCL2 لاحظ أنها لا توجد هنا واحد إذن ترفع للأس واحد إذن هذا هو المطلوب في المقام نقوم بحاصل ضرب بين الطرفين ستعطيني القيمة لاحظ هنا الكيكيكيو هذه قيمة الكيكيكيو المعطالة 8.2 في 10 أس سالب 2 لاحظ هذه القيمة الآن قمنا بالتعويض طبعا قال هو تركيز كل من أول أكسد الكربون والكلور هي نفس القيمة إذن سنعوض عنهم كلهم بنفس القيمة إذن هنا ستكون حاصل ضرب بسطين في الطرفين لاحظ أنني بعد ذلك سأقوم بما أنها ستضرب الكيكيو الكيكيو إذن سأقوم بعد ذلك بالقسمة عليها إذن ستكون في المقام إذن النتيجة النهائية بعد الضرب والقسمة ستعطيني 0.27 مولار وهذا هو التركيز من ضمن أسئلة التحصيل يوضح الجدول المقابل أو يوضح الجدول المقابل قيمة ثابت الاتزان عند ثلاث درجات حرارة مختلفة حد الدرجة الحرارة التي يكون عندها تركيز النواتج أكبر تركيز النواتج أكبر كيف أعرف درجة الحرارة عندما تكون القيمة بجانبها كالفين فهذه هي درجة الحرارة لاحظ عند 263 0.0.025 عند 273 0.5 وعند 373 4.5 إذن الإجابة الصحيحة ستكون عند درجة الحرارة 373 لأن القيمة هنا أكبر من القيمة الأخرى أي من ميالي ليس من خواص الاتزان؟ ما هي خواص الاتزان؟ نظام مغلق، درجة حرارة ثابتة، توجد النواتج والمتفاعلات في مكان واحدث بينهم حالة اتزان ديناميكي إذن درجة الحرارة ثابتة، نظام مغلق، النواتج والمتفاعلات في حالة اتزان إذن أيهم ليس من خواص الاتزان؟ إذن يزداد حجم التفاعل هو ليس من خواص الاتزان جميع العلامات التالية ترمز للتفاعل الكيميائي في حالة اتزان ما عدا الأسهم التي تكون في التفاعل ذهابا وإيابا هذا ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا، وأيضا يساوي ذهابا وإيابا لكن في بي ذهاب فقط، لا يوجد عودة إذن هذا ما عدا هو السهم في فقرة بي قانون الاتزان الكيميائي فقل المعادلة التفاعل العام هذا هو، هذه النواتج وهذه المتفاعلات ولاحظ أنها ماذا سترفع للأسس؟ لاحظ أنها سترفع للأسس إذن الإجابة ستكون في بي هنا النواتج مرفوعة للأسس والمتفاعلات أيضا مرفوعة للأسس طبعا لو لاحظت هنا في الفقرة الأولى هذه خاطئة، لماذا؟ لأن المتفاعلات في البسط لو لاحظت في المعادلة الأخيرة طبعا هنا فقط ذكر لي المتفاعلات وفي الاختيار الثالث، عفوا، ذكر لي فقط المتفاعلات والاختيار الرابع ذكر لي فقط النواتج إذن هذا هو الإجابة الصحيحة لأنه حاصل قسمة ما بين ضرب تركيز النواتج على ضرب تركيز المتفاعلات أيضا سؤال آخر تعني قيمة الكيكيو العالية العالية إذن النواتج تكون أكبر من المتفاعلات إذن يديد الهيدروجين وهو النواتج موجود بكميات كبيرة عند الاتزان ما هي خلاصة درسنا يكون التفاعل في حالة اتزان إذا كانت سرعة التفاعل الأمامي مساوية لسرعة التفاعل العكسي أيضا يعبر عن حالة الاتزان بتابت الاتزان وهو نسبة حاصل ضرب التركيز المولارية للمواد الناتجة إلى حاصل ضرب التركيز المولارية للمواد المتفاعلة حيث ترفع هذه التركيز إلى أسس مساوية لمعاملاتها في المعادلة الكيميائية الموزونة كذلك تكون قيمة تعبير ثابت الاتزان ثابتة وعند درجة حرارة معينة ننتقل الآن إلى سلة التقويم فاستر كيف ترتبط قيمة ثابت الاتزان مع كمية النواتج الكيكيو كلما زادت قيمة ثابت الاتزان زادت كمية المواد الناتجة المتكونة عند الاتزان قارن بين الاتزان المتجانس والاتزان غير المتجانس المتجانس تكون المواد جميعها في حالة فيزيائية واحدة تكون في حالة فيزيائية نفسها واحدة بالنسبة للغير المتجانس تكون في حالة فيزيائية أحسنتم مختلفة عدد ثلاث خواص يجب أن توجد في خليط تفاعل يصل إلى حالة اتزان ما هي الخواص؟ النظام مغلق درجة الحرارة ثابتة وتوجد أيضا يوجد مزيج من المواد المتفاعلة ويوجد أيضا تفاعل وحالة من الاتزان الديناميكي احسب قيمة ثابت الاتزان كي عند درجة حرارة 400 للتفاعل التالي ركز الآن هل هو متجانس أو غير متجانس حتى تستطيع إيجاد الحل هنا كلها في حالة الغازية إذن نقول متجانس إذن القانون سيكون النواتج حاصل ضرب تركيزهم على تركيز المتفاعل لاحظ معي هذه القيم بعد ذلك تقوم بالتعويض المباشر تعويض مباشر هل يوجد معاملات؟ لا يوجد معاملات في المعادلة إذن لا توجد أسس إذن بالضرب والقسمة سيعطيني بعد ذلك 2.24 فسر البيانات يوضح الجدول الآتي قيم ثابت الاتزان عند ثلاث درجات حرارة مختلفة أي منها يكون تركيز النواتج أكبر لاحظ هنا 263 273 273 هنا 273 373 القيم 0.5 0.025 ولكن القيمة هنا كبيرة إذن الجواب ستكون عند 273 إلى هنا الطلاب نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته